السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احفظ اطبق وافتاح النجاح في ايدك بعون الله اجيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة اجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 15 اذا كان البعد بين لوحي مكسف سيعته 0.047 ميكرو فارد الرمز هذا ميكرو رمز سيعة سي كابيتل وتسوي 0.047 ضربتها بعشرة السالب ستة اللي هي قيمة البادئة ميكرو واحد ميكرو تسوي عشرة السالب ستة البعد بين اللوحين 0.25 سنتيمتر لازم يكون بالمتر وتم شحن اللوحين الى ان اصبح فرق الجهد بينهما رمز فرق الجهد دلتا في كابيتل وتسوي 120 بولت فما مقدار الشحنة التي يحملها اللوح الواحد في المكثف بدو كيو بتجيب هذه المعادلة من الورقة اللي عندك سي وتسوي كيو على دلتا في سي عندك ياها كيو مطلوبة دلتا في موجودة اذا علينا نرتب المعادلة بحيث تكون كيو على يسار المعادلة السي مقامة واحد الكسر الاول يسوي الكسر التاني بنطبق الوسطين ضرب الطرفين قاعدة رياضيات الكيو بتنضرب بالواحد بتصير كيو والسي بتنضرب بالدلتا في صار عندك كيو وتسوي لسي في دلتا في وبتعوض سي بمقدارها ودلتا في بمقدارها وتجيب الآلة الحاسبة 0.047 اكس بي سالب ستة ضرب مية وعشرين وتساوي شوف قدي سطلع عندك تطلع عندي 5.6 أربعة في عشرة والسالب ستة والسالب ستة عبارة عن ميكرو فيك تكتبها بهذا الشكل بدل العشرة والسالب ستة بتكتبها الرمز ميكرو وفي رعاية الله اشتركوا في القناة